في ثاني أيام زيارته إلى العراق التقى البابا فرانسيس المرجع الشيعي الأعلى علي السستاني في النجف كما زار موقع أوري الأثري جنوب البلاد حيث ألقى خطاباً وجه فيه رسائل سلام إلى العراق والعالم لنصل لكل شرق الأوسط السلام في الشرق الأوسط الوحدة واحترام الحرية الدينية والاعتراف بها في كل مكان رسائل وجهها البابا فرانسيس من أورا في العراق مهد النبي إبراهيم إلى العالم في ثاني أيام زيارته التاريخية إلى العراق ألقى البابا فرانسيس خطاباً في هذا الموقع الذي يحمل رمزية كبيرة سبق صلاة أقيمت مع ممثلين عن السنة والشيعة والأيزيديين والصابئة والكاكائيين والزردشتانيين قائلاً إن العداء والتطرف والعنف لا تصدر من نفس متدينة بل هذه كلها خيانة للدين وقبل زيارة أور كان البابا قد توجه إلى النجف والتقى هناك المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في لقاء غير مسبوق استمر نحو ساعة ورغم أن اللقاء كان مغلقاً إلا أن السيستاني أكد في بيان صدر عن مكتبه اهتمامه بأن يعيش المواطنون المسيحيون كسائر العراقيين في أمن وسلام وبحسب بيان صادر عن الفاتيكان كان اللقاء فرصة للبابا لتقديم الشكر إلى السيستاني لأنه رفع صوته مع الطائفة الشيعية في مواجهة العنف والصعوبات الكبيرة في السنوات الأخيرة دفاعاً عن الأضعف والأكثر اضطهاضاً المسيحيون العراقيون الذين يتفرعون إلى آشوريين وكلدان وسريان كانت اعدادهم عام 2003 مليوناً ونصف مليون لكن عددهم اليوم يبلغ أربعمائة ألف وذلك جراء سنوات من العنف لتصمت الأسلحة ولنضع حداً لانتشارها هنا وفي كل مكان هذا ما قاله البابا خلال لقائه الرئيس العراقي برهم صالح ولعلها جملة تختصر رسالة كبيرة إلى العالم من العراق مهد الحضارات وأب الأنبياء